تذهب للسؤال التالي من هو الصحابة الذي قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ولي كل مؤمن بعد قال هو أبو بكر أم عمر عثمان أم الإبام علي عليه السلام تعونا أخذ هذا الأخ السلام عليكم ألو السلام عليكم أخي العزيز تفضل وعليكم سلام عليكم ممكن بس كرر سؤال والله ما سمعت منه نعم السؤال هو من هو الصحابة الذي قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ولي كل مؤمن بعد أعتقد الجواب هو ما هذا في غابة في غابة الأمازون في غابة القرد التي زنت في البخاري ما هذا يا أخي تهدبوا السلام عليكم أخي من المغرب السلام عليكم أخي عليكم السلام ورحمة الله تفضل خويا من المغرب تفضل كده يا أخوة ذو الفقار بخير صحة بخير كل شي بخير الحمد لله رمضان مبارك علينا وعليك خويا الله يبارك فيك أخويا حبيبي الله يعزي بك تراك عزيزه وغالك الله يحفظك أخويا الله يكبر بك بارك الله وفيك أنا بقى عندي السؤال أنا مع الطفل الفازين شناه السؤال نعم السؤال هو من هو الصحابي الذي قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ولي كل مؤمن بأدي وبطبيعة الأهل الإمام علي عليه السلام ومن لا يعرف هذا دعونا نمس أكد دعونا نمس أكد ربما عمر ربما أبو بكر ربما أثمان دعونا نمس أكد هل تريد أن أهدي الأبو عائشة النووي الجواب صحيح مئة وخمسة وعشرين ألف ناقلك يا أخي الله يبارك فيك حبيبي والله هدي الأبو عائشة هديها له هديها له أعطيها له كادو هدي آه ضروري عند وعد اللامة أعطيها له كادو آه رأي يركب عليها ويمشي البصرة هذه حارب مع عائشة ضد أمر المؤمنين أخي دير أخوي حبيبي الله يسأل عليك أخوي فهذا شيء يكذر والله يكمل لك بي خير بارك الله وفيك أخوي الله يوفقك الله يحفظك بارك الله أخوي وشكرا لماذا تتعصر أخوي من الرباط أخوي آه مرحبا بأهرباط مرحبا بأهرباط بارك الله بارك الله بارك الله تصل بي مرة مرة يجب من المغاربة تصل بي مرة بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله من 2015 وما يزيد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك هذا ما تصل بي ما شاء الله الله يحفظك أخوي ذو الفقر ليعمك أخوي رمضان مبارك والدليل أحبث سلسلة الأحاديث الصحيحة في الألبان قال رسول الله ما تريدون من علي إن علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي وفي الحديث الأخرى قال وأنت خليفة في كل مؤمن من بعدي دائما بعدي ماذا يعني من بعدي هذا السؤال طرحته على الأخ العزيز عبدالله رشدي ولم يستطع الإجابة كنت أقول له ماذا يعني يا أخان العزيز عبدالله رشدي من بعدي ماذا يعني رسول الله بقوله من بعدي أنا أريد أن أفهم ماذا يعني من بعدي ألي يعني الخلافة أم تعني المحبة أنت حبيبهم من بعدي يعني حين كان رسول الله حي ولا أحد كان يحبه لا حول ولا قوة إلا بالله أحدث واضح وضوح الشمس العموم كما قلت هنا ليس